حوار اونلاين حوار اونلاين الليلي اول شي انا اشتقتلك مدير تحرير موقع اساس ميديا محمد بركات ماشي بطريق دكتوراه مشاناك ما كنت عم تزبط والمواعيد ما كانت عندك بيكون صف بهيدا الوقت اليوم هلا انت بعطلة البلد بدي بلش انا وياك من هون اليوم عطلة عطلة صيفية يعني منشوف البلد بمكان ما عجق تسير عجق مطاعم عجق ناس يعني بتحس وكأنه البلد ماشي باحسن حالاته بمحل تاني بتروح على الحدود بتلاقي البلد مناطق مدمرة مناطق عم تنقصف في قتل في اغتيالات في حرب وفي خوف من حرب تكبر اكتر وتكل الاخضر واليابس بين انه البلد ماشي والبلد مدمر البلد وين اليوم او البلد البلد لوين اليوم استاذ محمد بركات لك اول شي هاي العجق قبل ما نروح على الحرب هاي العجق في نظرية بالبلد انه في عشر تلاف شخص عندهم مصاري يقدروا يضلوا عم يروحوا على المطاعم وعم يسهروا وعم يشتروا من المولات هو العشر تلاف هني زيتهم بالنهار بالمول بالليل مثل ما قلنا بالمطاعم بس اليوم الزيدي عنهم كمان في موسم المغتربين اللي رجعوا على لبنان هلا بدنا نشوف الأرقام بالمطار اذا عن جد رجعوا المغتربين في ناس رجعت اه وفي ناس ما رجعت اه في عجقة في عجقة مش عجقة تموز وقاب اللي هي بيكون ما في مدارس وفي ناس بتطلع عجبال وغيرها رجعنا نشوف العجقة مثلا رايح على جونة بتلاقي بدك تاخد ساعة ونص يعني هاي من 3-4 سنين لهالسنة ما كنا بعد عم نشوفها اه في هاي النظرية انه هالعشر تلاف هني زيتهم اللي عم يصرفوا مصاري وبقية الناس في 3-4 ملايين بالبلد عندهم مشاكل جدية هيدا عم نحكي عن وضع اقتصادي طبعا لأ يعني هاي العجقة ما بتعبر انه البلد ماشي لانه اليوم عندك المدارس الخاصة دوبة لتأقصاطها هالسنة وسنة الماضية كانت مدوب لأقصاطها المستشفيات والتأمينات الصحية بعدها عم تزيد ورجعت على الفراش دولار والضمان الاجتماعي والمؤسسات الأخرى الضامنة تعاونية الموظفين الدولي وغيرها بعدها ما عم تغطي الطبابة فبالتالي بتبلش التعليم والطبابة مش ماشي حالهم بالبلد فاللي ما عنده تعليم مثل الخلق او ما عنده قدرة عالتعليم وما عنده قدرة يتطبب مش ممكن يكون هو اللي عامل العجقة وهو اللي عم بيكذر في شي يعني المشهد ما بيعبر عن حقيقة الوضع انا بصدق اكتر ارقام البنك الدولي وارقام السنديق والمنظمات الدولية اللي عم تقول انه اللبنانيين صاروا 80% تحت خط الفقر المنطق يعني ما في حدا ميت من الجوع بس مش الاكل هو معيار الفقر بس يعني اذا واحد ما قادر يتعلم ما قادر يتطبب ما قادر يكون عنده كهربا بالبيت لا يدور مروحة او اي سي بتنموزه او او غيره هذا فقير طيب ربط بين المشهدين يعني حكينا عن مشهدية بالداخل اللبناني وعم نشوف انه الوضع يعني شوي هيك حكينا عن العجاب بس فيه كمان مشهدية على الحدود يعني انا اللي بدي اقوله او اللي هيك عم بحاول استشف منك او اخد منك شي من خلاله انه كيف بيقدر بلد يعيش هؤل النوعين بذات الوقت يعني لكن نحن من الالفان وخمسة عايشين هيك موجة الاختيالات اللي صارت بعد الالفان وخمسة مش هالقد يعني فيه 300 شهيد للحزب هلأ او صاروا اكتر يمكن بوقتها اذا منجي منحسب اللي انقتلوا من محاولة اختيال مروان احمادي لا اخر حدا انقتل لقمان اسليم اذا بدك قبل الحرب هايدي اللي نحن فيها باعتقد العدد قد يصل الى قريب ال300 او ال400 قتيل لانه عندك مسجد الطقوة والسلام لوحده فيه 1000 كان بين قتيل وجريح 1000 معظمهم جرحة بس كان فيه شي 50 60 70 قتيل هو اللي بلحظة بالتالي نحن عايشين بحرب جدية على لبنان فيه مشروع فات على لبنان وبلش قتل 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 مع رفيق الحريري راح له 20 30 شخص غير الجرحة غير اللي وقع عليه نقزاز بالتالي كل محاولة اختيال كان يروح قتل غير الشخص المستهدف بالتالي نحن بهيد بهيد الكونتراست الحياة والموت من الالفان وخمسة عشرين سنة صرنا ونفس الصورة بعدها ماشي بعده كل ما كان يروح شهيد يرجع ويحاول ويتذكر قوى 14 قدار يروحوا على الداونتاون يعملوا مهرجانات ومنحب الحياة وبدنا نضل عايشين وبدنا نواجه وبدنا كذا بعده ما فيش يتغير هالمرة تغير الطرف اللي عم اللي عم اللي عم يستهدف اليوم لأول مرة الحزب اللي هو كان متهم بكل هديك الاختيالات هو عم يتعرض للاختيالات وهو عم بيخط حرب الفرق انه هو اختاره في حين قادة 14 قدار اللي كانوا عم يقتلوا وما كانوا هن مختارين المعركة العسكرية كانوا عم ينقتلوا بصراع مدني سياسي كان عم ينرد عليهم بالامن والعسكر بالتالي نحن عايشين هيدا الجو كل بيت وكل منطقة بلبنان كمان ما ننسى لما نجال ارهاب من سوريا لما الحزب رحى سوريا كان فيه تفجيرات بالضاحية ما كانت اختيالات مثل هلأ لقاضي محددين بس كان فيه كمان عشرات ومئات القتلى والجرحى بشوارع الضاحية من هيدا البلد اللي عم بعيش من الالفين وخمسة هيدا الصور هيدا المشاهد اوقات مشاهد حياة مثل ما كنا عم نقول اوقات مشاهد موت اليوم على مفترق طرق وخاصة بعد اللي عم بيصير اذا بدنا نحكي بمؤسسات الدولة الرسمية المؤسسات الرسمية بفرغتان بالبناء من رئاسة المنظرية انا صرت على قناعة إذا ما نحكي بالأمن اليوم في هناك حزب الله خليني قللك أخذ البلد لحرب إسناد لحماس لك هيدا النقاش هو ذاته من الـ 48 خليني قللك ليش أكتر من عشرين سنة هيدا النقاش هو ذاته من 80 سنة من 80 سنة أسس الغرب دولة إسرائيل بهذا الشرق احتاروا بعد ما دبحوا اليهود بالهولوكاست الأوروبيين جزء من الأوروبيين المحرقة اليهودية كأزمة أوروبية أو كإشكالية بروبليماتيك أوروبية جابوه وحطوه عنا على أساس نحن بتنحل أنه أرض بلا شعب لشعب بلا أرض من وقته هو ذاته السؤال اللي عم تطرحه البيضاء قبل أو الدجاجي يعني بيقات الحزب الله بيحتفظ بسلاحه لا تتحرر شبعة والله أعطينا سلاحك ونحن منذبط لك موضوع شبعة هيدا الإشكالية لن تنتهي وأنا هلأ إذا بدك منحكي بس هيدا الإشكالية الأحزاب عم بفوت عليها محاور خارجية كل عمره هاك كل عمره هاك طول ما أنت دولة ضعيفة اليوم انتخابات أمريكا بتشارك فيها كل الدول بس في مسئولية أنا اللي بدأقوله من مال تاني في مسئولية على الشعب اللبناني كمان لأنه إسرائيل موجودة وإجروا الدول الغربية حطتها مثل ما أقول زرعتها بالمنطقة وكل شي بس في دول بالمنطقة كمان يعني تناسب العداء بس عايشة مرتاحة وحده لبنان يدفع الثمن لك في لحظة كان عم ينقال فيها بتذكر لما انسعد الحريري عمل ربط النزاء مع الحزب لما رحوا على سوريا وقتها طلعت تسريبات ما قاله يمكن صوته صورة وبعدها تحولت لها واحدة من جمل الأدبيات السياسية اللبنانية إنه الحزب الله إسلاحه يحل إقليميا وليس محليا مضبوط مش هايدي كانت صارت درجة بآخر عشر سنين قبل هاي الحرب إنه هيدا موضوع إقليمي مخصنا فيه نحنا ما فينا نشيله هيدا السلاح قلي هني شلو هني ما بعرف مين بين مزدوجان اللي وصلنا له هلأ اليوم من بعد هيدا الحرب اللي عم تحكي عنا واللي عم تتفضل إنه هي يعني كيف شغالي الحرب وكيف نحنا عايشين يعني عاديين وعم نروح ونجي على الأقل يعني إنه لا يوجد حل لأي مشكلة لبنانية مش صحيح إنه الشعارات اللي طرحتها الثورة ثورة 17-20 إنه الموضوع الاقتصادي والفساد مش صحيح لا يوجد أي حل للأزمة اللبنانية قبل إيجاد حل لما يجري في فلسطين وعلى الحدود الجنوبية طول ما عنده حجة حزب الله طول ما فيه 3 سانتي محتلتهم إسرائيل بجنوب عنده كامل الحجة بالدستور اللبناني إنه يحررن له للـ 3 سانتي بالدستور ولا بالبيان الوزاري؟ لا بالدستور تحرير الأراضي المحتلة بكافة الوسائل الممكنة ووثيقة الوفاق الوطني اختحها وبنقرها سوا الدستور أعلم البيان الوزاري ما بيقول حزب الله الدستور بيقول لبنان كله ترجم هيدا بالطائف بنسخته السورية إنه بنضب السلاح والحزب بيطلع بيقاته الفوق وترجم بنسخته ما بعد سوريا إنه البيانات الوزارية بتقول جايش شعب مقاومة هدي ما كانت موجودة أيام السوريين كان اللي حامي هيدا السلاح هو الوجود السوري والموافقة الدستور كمان بيقول الشعب مصدر السلطات وخالق مؤسسات وعامل فيه ديمقراطية موجودة بلبنان الشعب بينتخذ مسؤولين عنه هادي المسؤولين بيقرروا عنه الحرب والسلم هادي بالدستور لا الحرب والسلم لا مش بالدستور طالما ما عم قل لك ما عم جوابك لا انت مين بياخد انت بلد سيد حرمستقل صح ولا لا خلينا نحكي بايدابوك منحكي سياسة او منحكي الكتاب الدستور شو بيقول دستور شو بيقول بيقول تحرير الأراضي المحتلة بكافة الوسائل الممكن بقايا 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 وين موجودة باتفاق طاقف باتفاق الطاقف الدستور الموجود بعد الطاقف هو هذا الدستور اللبناني شو صار تعديلات على الدستور بالطاقف تحرير الأراضي المحتلة بكافة الوسائل الممكنة هادي موجودة بالدستور بالتالي الى ان لا يعود هناك أراضي محتلة وانا بيستبعد انه لا يعود هناك أراضي محتلة قبل بلشنا عم نحكي عن الدولة الفلسطينية هلا قبل ما ينحل هيدا المشكل بمنطقة ما في حل بلبنان بوجهة نظر حزب الله اليوم بالجنوب بتقول واخر كلمة للسيد حسن نصر الله بيقول معركتنا هي معركة إسناد لحماس حماس عندها الحرية المطلقة اللي بتوافق عليه نحنا من وافق عليه توقف الحرب بغزة نحنا منوقف بلبنان ما الا علاقة لا بالدستور ولا من يحزنه هيدا كلام بالسياسي بالسياسي هو بيقول البده اياه لحظة 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 أنا راح ذكرك راح أقول لك إذا أنت هلأ بدك تعمل حوار معه الحوار يجب أن يكون تحت سقف اتفاق الطائف حاول استراتيجية دفاعية وطنية صح؟ الحكي اليوم أنه بدنا نشوف كيف بدنا نحمي لبنان مش أنت يا حزب الله بتحميه تعا نشوف كيف بدنا نحمي لبنان باستراتيجية دفاعية بيكفلها الدستور وبيطوقها الدستور اليوم لبنان لا يمكن أنه الجيش اللبناني يقدر يحمي هايدي المنطقة لوحده اللي صار بتماني أكتوبر بلش حزب الله بروايته مش بروايته بالأرشيف بلش قصف داخل الأراضي اللبنانية المحتلة راشح الأرشيف أول عملية بمزارة أول ثلاث أربعة أيام لا في عملية للجهاد الإسلامي كانت كمان قبل الجهاد اجه لاحقا لا تاني نهار أنا أذكرهم بس خليني خليني قبل خليني قول الفكرة خليني خلصها بدأ عشرين ثانية قبل ما ننقل عنا بلش يقصف الحزب داخل أراضي محتلة بالتالي دخل إلى هذه الحرب من خرم في الدستور له علاقة بأنه في أراضي محتلة بس هو أعلن حزب الله غسميا بلسان أمينه العام نحن بعده له لاحقا توسع القصف من الجانبين وبلش يقصف بأراضي فلسطينية محتلة تجاوز هلأ رح أرى لك كل بيانات يا أستاذ جورج دعماً لهذا وإثناداً لغزة ما بنبيانهم هيك ليش أنت بتأولهم إشي يا أستاذ جورج أنت عم تنط من يوم ليوم أنا عم قل لك بالبداية أو أنت عم تسميه أول عملية أنا عم قل لك أول ثلاثة أربع تيام فيك ترجع الحزب لم يقصف إلا أراضي لبنانية محتلة تطور القصف من الجانبين قصف أراضي فلسطينية محتلة ولكنه إذا بتقعد هلأ بدك تعمل معه تحقيق سياسة بيقلك أنا بلشت على أراضي لبنانية محتلة هني وسعوا أنا وسعت بعدين شو صار بالسياسة أنا موافق معك من أول نهار حتى الشهداء طبعوا الحزب الله غير صحيح شهيد على طريق القدر غير صحيح مش طريق شبعة غير صحيح أول شو أستاذ محمد صحبي أستاذ جورج أستاذ جورج أنت عم تغلبت خليني صلح لك لو سمحت لما طلع بيان موقع بخط إيده للأمين العام للحزب كان مرأ أسبوع أو اثنان على بداية الحرب طلع تعميم أستاذ محمد بركات هلأ شو عم بيقول ما عم تخليني كافي عم تنون خليني كافي فكر دي كان مرأ أسبوع أو اثنان لما طلع تعميم وتوزع أنه نرجو من الوسائل الإعلامية اللي بتدور بفلك الحزب أو غيره استعمال كلمات ارتقى شهيدنا على طريق الخدس مش من أول يوم قاله لا تفرق أنا عم نقشك بالدستور أنت هلأ بدك تنط نحكي سياسي قد ما بدك أنا عم قل لك فكرة محددة يا أستاذ جورج طالما هيدا الملف لم يقفل هيدا خرم دخل منه الحزب بالدستور عم بحكيك بالدستور أنت أنا خدني أنا يمكن الدستور مش حدي هلأ انت لبناني مواطن لبناني وأنا مواطن لبناني والجماعة مواطنين لبنانيين جماعة الإسلامية ضمن دستور طلعوا يأوص expوans الجماعة الإسلامية حزب الله مواطنين لبنانية صح ليه بالدستور بقول الدستور أنه فيه مواطن لبناني بجر بلد على حرب طويلة عريضة بدون رأي مواطن آخر هيك لأنه قال أنا هاي المنطقة بدي حررها. طيب بركي انت وانا رأينا انو نحررها مش بالعسكر هلا. مزروف. بركي الدولة الى رأي اخر انو انا عم فاوض بهذا الموضوع. بيطلع عباله واحد بيروح بيقوست. لا. مزروف. عرار الحرب والسلم. ولا ممكن يكون بالدستور. عرار الحرب والسلم تاخدوا فقه معينة. ما له حق. ما له حق. ولكن بناء على. لا مجلس نواب معه خبر. لا حكومي معه خبر. لا اي جيش. لا الجيش معه خبر. بيطلع. بتقلي بالدستور. ما له حق. ما له حق. ما له حق. انا وياك منقول لبكرة ما له حق. هو بيجي بيقلك. طالما تحرير الاراضي المحتلة بكافة الوسائل الممكنة. وانا اول يومان ثلاثة او وسط حصرا باراضي لبنانية محتلة. والعدو ضرب. لاحقا. حتى هايدي رواية الجماعة الاسلامية. هلا على حدود اللبنانية السورية. في مليون محال مختلفين عليهم. بيطلع ابن عكار. ابن ما بعرف شو. بيعمل مقاومة ومسلحه. بيقلك انا بالدستور بيقلي حرر الاراضي اللبنانية المحتلة. بتقلو انت ايه وبيتركوا الجيش. تلال اسرائيلي. ما بيحكي عن الاحتلال سوري. بيسمي البند هلا منطلعه ازا فيه بريك. طيب ما فيه بريك. بس ازا بدك فيك تطلعه. انا بدي رحب بكل المستمعين والمشاهدين اللي عم بيواكبونا. سؤال كبير لاصدقاء المستمعين والمشاهدين. البلد ماشي او مش ماشي. وازا ماشي لوان? وازا مش ماشي. شو السبب اللي بيخلي البلد اليوم انه يكون مش ماشي? انا ناطر مداخلات كون على ارقام الهاتف. سفر واحد تلاتمية وخمسة وعشرين خمسمية وخمسة وخمسين. خلوي ستة وسبعين ستمية وحداش. سفر سفر ثلاثة والواتس اوب ستة وسبعين ستمية وحداش. سفر سفر واحد. فتنا بجدل طويل بهذا الموضوع. هيدا هو الاساس. ايه. في اتصال. مساء الخير من معي. اهلا وسهلا تفضل. عفوا الاستاذ ذكر في عشرة تلاف شخص عاملين عجب لبنان. عشرة تلاف شخص كاما دي حفلة امور ديابي يعني محطورين بهالقدي يعني انت فكرة كيانا. هوا هنزيتهم. لا 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 فيك تراجع تراجع المطار استاذنا هو بتشوف كم شخص هميجي على لبنان. كم مغترب. ما بدي لك لا سواح ولش كم مغترب جيه على لبنان الحجزات. ومفاولي الاوتلات. وبدك ترد تأجر سيارة ما فيه محلات لها اجر سيارات. كله مفول. كله بكت وكله تمام. ماشي حال لبنان. والحمد الله هدا كله بفضل انه العالم عندها سئة. المغترب اللبنان ان كان مسيحي ولا شو ما كان بطيفته. عنده سئة. عنده سئة بحزب الله انه صار قوة رجع للاسرائيلي لما يشتاح لبنان عامة ما بده. ولا يفوت يحتل الجنوب عامة ما بده. ولا يفوت على بيروت عامة ما بده. ولا حتى انه بس عم يطلع يعمل جدار صوت. عم بخوف العالم. مش عم يسترجي يقصف لانه عرفان الرد حيكون قاسع له. وعرفان هيدا السلاح يعني بعد فيه اسلحة بعد ما طلعت وفيه صواريخ بعد ما طلعت. انت عم تحكي انه انت بالقوانين الدولية والمجتمع الدولي هو بيقدر يحمل لبنان واو الدول اللبناني بتقدر تحمل لبنان. ابدا هيدا هيدا الشي مش صحيح لانه انا عم نشوف غزة عم نشوف غزة كيف اذا بدك انت تشيل السلاح المقاومة من اي حزب الله او من اي 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 حدا تاني حب 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 يشارك بالمقاومة انت عم تقول ازا اخدنا السلاح منه هيدا انت كي شو بيردع اسرائيل كل يوم والتاني تجي تتمرتع بلبنان شمال يا مين انت شو بشو شو اللي بيحميني انا من من العدو الاسرائيلي ازا انت شلتش الاسلاح حزب الله سلمت له الجيش تارب السكنات بعد ساعة واحدة مع انه يتسلم الجيش اللبناني اللي هيدا تتدمر السكنات بعدين ازا قديران استراتيجي دي فعية هل الفركاء اللبنانيين كلها ياته انتبه انا عم بحكيك انا سنة انا سنة من بيروت واكسر بطعشة دار الفاشلة انا سنة وعمل لك انا ازا هلا بيعز معهم على بعد ما تخلص هاي دي المعموعة كلاتا يقعد يعمل استراتيجي دي فعية هل اللي بيقبل بتقبل الدولة اللبنانية تستلم السلاح ايراني الصناع هل بتقبل الدولة اللبنانية ينخرط عناصر من حزب الله ومقاومين من حزب الله شكرا لمدخلتك وصلت فكرتك انت بتجاوبه انا عبناء شك لقلك بوجهة نظرك صاحبه اخرى وثيقة الوفاق الوطن اتفاق طائف اولا المبادئ العامة والاصلحات هلأ 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 من رأيه هلأ بجاوبه بس ما هو اولا المبادئ العامة والاصلحات لهن شي ست سبع صفحات ثانيا بسط سيادة دولة لبنانية على كامل الاراضي اللبنانية في بنود ثالثا مقطع اسمه تحرير لبنان الاحتلال الاسرائيلي ألف بي جي ألف تنفيذ القراءة 425 بلا ما نقرأ كله بيت تمسك باتفاقية الهدنة 49 جي اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الاسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبنان لتأمين الانسحاب الاسرائيلي والاقتاحة الفرصة لعودة الامر والاستخرار الى منطقة الحدود تطبيق الاراضي 425 تنفذ لا انتشر الجيش بالجنوب وانتشرت القوات الدولية ولبنان باللسان مسئولي هو بموافقة حزب الله وافق على 1701 اللي بيحكي عن عدة قرارات دولية كمان قبل هاي الحرب عمل الحزب لاك ما بدي يفوت بنقاش بيضة والتجاجة وهكاك خلص اخذ قبل هاي الحرب عمل عمليات كتير ضد اسرائيل شو باك سكنت قف فيهم ولما قالوا ضرب دولاب انا قلتلك لا يعني هو كان لانت وقف يعمل عمليات بالضبط ما قلتلك لا بس انه كان القرار والحرب والسلم كانت الدولة عم تاخده انا رأيي لا يوجد لكن لما طلع شوية تنفض بس اتنفض طلعت بالبحر بزق بزق اللي عم بيطلعون الاسرائيلية بيقولوا يعني ملايين الدولارات بالشهر مش انه مليارات بس اتنفض استنفض الكوكب كله شهران ثلاثة كنا عاملين اتفاقوا ماضين وكله سقم ومبقمن ولا كلمة الاتفاق مين عملوا عملوا الامريكان والاسرائيلية والايرانية صحيح طيب لما طلع بس اتنفض الامريكان بطلوا يتكنسوا من عنا مشاك؟ طيب هايدي الاراضي المحتلة من الالفان ليش تركين اخيي؟ ما انتو عارفينو للحزب كل حشتو بها المتران المحتلين ياخيي ليش تركينو؟ لازم يطلع نفض مصالح امريكية ايرانية دولية ايوه انا كشعب لبناني شو بدي؟ ايوه انا شكرا للك شو بدي بهادي المصالح انا بدي لبناني بدي دولتي بدي ماشي يحميني بدي دولتي تحميني لازم يطلع نفض بدي دولتي تطلع تحرر اذا مزارع شبعة لقلنا والله بدي مثلك انا اذا مزارع شبعة لقلنا والله وينة الدولة من الالفان وينة مين معطلة؟ ياخيي ما تقل لي مين معطلة مين معطلة الدولة؟ اما كانوا السوريين وفي فترة حكموا بعد الالفان وخمسي حكموا اربعة عشر قدار ومن بعدها حكموا حزب الله من وقت مئاتي من 2011 كله اجا كله قاعد بالسلطة ليش هولي بلا ما نحكي كلمة كبيرة شو اسمه ثلاث نقاط الخمس مطار اللي فوق الخمس كيلومتر ليش تركينون يا خيي مين بلا بدك تجيب ورقة من سوريا بالأمم المتحدة يا خيي تركلي شبعة فيه غير شبعة فيه غير شبعة فيه غير شبعة مش بس مزارعة شبعة فيه أراضي غير اللي بدنا من سوريا ولي تركهم لهلا يعني تصارد قصة غزب مين تركهم؟ حزب الله حزب الله ليه مدل يعمل عمليات بعد 1700 ورقة عمل عمل عمليات ما عمقلك عمليات كل سنتين ثلاثة عمليات يا خيي عمل ولا ما عمل كنا نسميها عمليات تذكيرية قصف افي فيم كذا مرة بس مغيّر شوي علي عم تدافع كتير عن الحزب لا لا أنا عمقلك هاي حشته للحزب ليش شركة بإيده انت بدك تترك له انت شو طالع بإيدك أنا يا خيي صحافي أنا عندي رأي انت عمقل ليش شركة بإيده أنا حكمت فقد السانيورة حكم خمس ست سنين يا خيي يا خيي حكومة السانيورة لا مش عم تقدر تعمل مؤسسات ما رح جاوبك لا مش عم تقدر حكومة جيب لك كهرباء من 2011 حاكم نجيب مئاتي وحكومات معظمة كانت فيها حزب الله فيها الكتيب وفيها القوات وفيها كل الناس ما رأت على الحكومات ماشي؟ قبل 2011 كان السانيورة خمس ست سنين عفوا ليش ما حلوا هاي القضية ليش حلوا ميشيل عون هو حزب الله بأربع خمسة الشهر مع هوكستين ومضوا الاتفاق النفطي شو مضوا؟ تنازلوا عن الأغار يا خي تنازلوا أو ما تنازلوا أنا موافق معك أنه تنازلوا أنا كاتب مقالات أنه باعوا البحر أنا موافق معك أنه تنازلوا بس سكروا للملف في ملف تاني أنا عم برجع لك من أول سؤال بداية الحلقة بس حتى أخذ أحسن ما نضطر المستمعين والمشاهدين كثير على الخط مساء الخير من معي؟ مساء الخير أهلا وسهلا تفضل أول شيء اليوم أنا مبسوط بالحوار اللي عم بيصير لأنه من الأوقات القديلة اللي بيكون فيه يعني عيدة الرأي الآخر الطرف الآخر بعيدة البرنامج بس بذات الوقت يعني وعن تكون فيه حوار الرأي الآخر يعني حلو كمان أن يضل الرأي الآخر عم بيأتي رأيه ونسمع لقراءه كنشوف وجهة نظره للآخر يعني أوقات عم عم نحس أنه كأنه فيه مثل حوار موضوعي عم بيكون فيه مثل خناف أو خناق على نقاط معيني وبالأراء اللي عم بيقولها الضيف يعني اليوم كمان ها فيه قصص أنه وجهة نظر فيها وفيه قصص يمكن نختلف فيها بنائية وفيه قصص أنا حق يناقش فيها كمان يعني أنا عم بناقش وأنا وضيفة متفقين متع تلهام لا بعرف بس أوقات يعني حلو المحاول يكون عم يعني يسأل ويناقش مش أنه يفرد الرأي الآخر أنا أنا فردت رأيه بالعكس أنا حسيته هو فرد رأيه والله عم تعيتي علي راحة لا والله لا والله بأول كم يوم اللي كان عم بيحكي عنه انه صار في ضرب على أراضي اللبنانية لا فيه وقايع صديقي صديقي فيه وقايع فيه بيانات سمعني سمعني أنا هلأ بجيب لك تبعول تبعول الإعلام الحربي لحزب الله أنا عندي إياه وبقال لك فيه بنائية هلأ بقال لك شو بيقول حزب الله هو حزب الله بقول حرب غير أول يوم غير أول يوم وبعت ثلاثة شهر غير اليوم بدي يكون البيانات لا لا من أول نهار من أول يوم ما كان معروفش الخطوة اللي بدن يخطوها كان كل العالم بيصدمة كان الحزب سمعت خطاب السيد حسن نصر الله صحيح تسمح لي إقراء لك أول بيان صدر بتمانية أكتابر فيه ضل معنى الشاب اللي على الخط أول بيان صدر عن الحزب بتمانية أكتابر بيقول لهجوم على ثلاث مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعة لبنانية المحتلة وبيعدهم ما قصف أول يوم متل ما أنت عم تقول أنا ما عم بقلك أول يوم ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم هو بيقول لا أبداً بعدين بعد بعد أشهر قال اسناد وإشغال بعد عشر أشهر بعد أشهر بعد شهر أو شهرين بلا يمكن مش أشهر يمكن أسابيع أسابيع ايه كم يوم كان لأسف على الأراضي اللبنانية محتلة وكل العالم كان مفكرة أنه هيدا الشي عم بيعملوا متل رد لماء الوجه لا أول هجموه 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 أول يوم حماس هجمته وعا السوشال ميديا هجموه قالوا أنه هاك بتدافع عن غزة مية بالمية مية بالمية طيب اسمعك وجهة نظرك عندك شي سؤال محدد بس حتى لأنه في اتصالات كان في نقطة تانية عم تنحكي أنه ليش ما الجيش بيستلم الحدود الجيش هو قال والدولة قال إنه هي مش قادرة ومش عم نحكي بس عن الحدود الجنوبية الحدود الشمالية كمانا مفتوحة بتلاقي عطول بالأطراف ما في وجود لا للدولة بكل أجهزتها مش بس يعني بالوزارات طبعها وبالخدمات طبعها وبالكهرباء وبالماء وبكل الخدمات بالأطراف يعني عم نحكي منعكات للمناطق الجردية لا للجنوب شكراً هذا الشي مش بس بمنطقة يعني الجنوب بس هو اللي استثناء شكراً شكراً لمدخلتك كمان اتصال مساء الخير أهلا وسهلا تفضل تحية لضيفك تحية لحضرتك ولضيفك الأستاذ محمد هو من الوجوه الحضاري الرائي بالإعلام والصحافة اللبنانية نحن نحترمهم ونحترم كلامك أستاذنا الكريم جواباً على سؤالك لا أريد أن يفوت بالسياسة أريد أن أتحدث بالإدارة أنا لم أفهم ماذا يخص النفع والدوائر العارية وإدارات الدولة والكهرباء بقصة غزة وبقصة الصراع الإيراني الأمريكي وموضوع اليمني يريدون شخص صاحب أراري يمشي أمور الدولة وهذا اللي يصبح إجرام بحق الناس صحيح يأتي ويقولون لك النافعة فاتحة فاتحة بعشر بالمئة من طقتها الدوائر العارية فيها فساد بتسكر الدوائر أنا عندي رأي أنه هذا أرار سياسي أرار سياسي أرار سياسي أستاذ محمد يدمر الناس هيدا جزء من أرار إفلاس البلد أرار انهيار البلد مزبوط طيب ما في إنسان عنده ضمير بيسر أمور الناس الكهرباء أنتوا عم تقبضوا بالدولار يا عمي بيجي إنسان صح أنا عمتصح فتورة الكهرباء بالبات بيجي الجابة بالدولار بيخضى ولا مشكلة بيجي واحد أرار سياسي هيدا بيعمل ملياردار مش مشاكل إدارية شركة كهرباء عم تقبض بالدولار ما في كهرباء لا هيدا الشي مش مقبول في مؤامرة وفي قلة إنسانية بهيدا الموضوع وفي قلة مسؤولية كل يوم عم يوقع قتلين على طرقات من وراء الدفاتر السوياء شكرا لمداخلتك مناخد مداخل جديدة مساء الخير من معي والعيد يا صاد مساكم أهلا وسهلا أنا بدي أقول مش مش إنه شيء إنساني في قلة ضمير بعيدنا عنك يا سيد جورج أنا بدي أسأل السيد محمد نحنا عايشين ببلد أو بمزرعة نحكي ومنطلع ومنحكي 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 وما في حدا قادر هالبلد يحطوا على السكة الصحيحة ما بعرف لي نحنا بدينا رجال دولي بش تجار للأسف صاروا عنا المسؤولين ما بدي عمم صاروا ثلاثة ربعهم تجار ما سألانين عن حدا كهرباء صالنا خمس ديام يا سيد جورج ما في كهرباء بيطلع لك مونيكي واحد تغيب على الطيار بيقلك مبالا في كهرباء بكل المناطب شو هالاستخفاف بعقول الناس شو هالكذب بعدين بشعايب عليهم 18 ألف دولار يومية عم بيدفعوا للبواخير لأن ريسيا بالبحر عبال المعامل هيدا دولة عنا نحنا نحنا مش عنا دولة عنا مزرعة ثلتين في يم جنين والشعب هايك بدو مسؤول تعرف حكاية برئي الزيت هي زيتا حكاية الكهرباء الوزير بدو يجيب العرقلوه هلأ كانوا عرقلوه قبل مدرمين هلأ مصري في لبنان جاب للباخرة أخذ الباخرة يعني والناس ما بعرف ما بعرف شو بينحكى بهيدا الموضوع بعضو الوزير هو زيتا وبعدا الجهة المسؤولة عن الكهرباء هي زيتا وبعدا الناس اللي بتعرقل هي زيتا ولا بل بعضو هود الناس اللي بتحكموا بكل شي تسعين بالمية من القشة بالبلد صح ولا لا صحيح هلأ قبل ما جاوبه فيني إقرالك أول بيان طلعه بثمانية أكتوبر خلص ما بدي إرجع له هيدا النقاش لا طلعت لك يا لأنه أنا 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 على طريق تحرير ما تبقى من أراضينا المحتلة طي انت تارك هيدا الحج بقيلو انت عم ترجع ترجع انت عم ترجع ترجع أول بيان أو تاني بيان خطاب حزب الله بدي إرجع ذكرك خطاب حزب الله لاحقا الأمين العام الأمين العام نائب الأمين العام رئيس المجلس التنفيذي متل ما نحلت كل مسؤولين حزب الله بياناتهم متل ما نحلت الحدود البحرية قبل الحرب هلأ برجع بجاوب الشاب اللي كان على التليفون عن الدوائر وغيرها متل ما نحلت هيدا القصة بستة شهر البحرية لأنه في نفط كانت سنة الألفان قبل ما يصير الألفان وواحد بيتسكر هيدا الملف وكل شيء هلأ نحن عايشينه ما كان موجود يا أستاذ جورج مين مسؤول مسكره؟ كل اللي تنوبوا على السلطة من فترة الوجود السوري لفترة الحكم 14 قدار حكمت كانوا عمين قتلوا مسؤولينها وقياداتها صح بس حكمت بالسياسة الداخلية حكمت بالسياسة الخارجية حكمت 14 قدار جابت المحكمة الدولية غصبا عن حزب الله وراحوا استقالوا الوزراء الشيعة وعملوا من بعدها بسببها انه هني ما قدروا يسقطوا الحكومة عملوا سبع أيار وجابوا 3 معطل حكمت 14 قدار وحكم حزب الله بعدان من مئاتي لحسان دياب ليه ما حدا سكر هيدا الموضوع؟ هيدا سؤال كتير كبير انت جوابت نص الجواب اللي انا بوافق عليه مصالح امريكية ايرانية وانت وقفت وكفي قد ما بدك ممنوع اقفال هيدا الملف كان المطلوب دوليا ان يبقى سلاح حزب الله اي حدا بيقلك غير هيك هو مشتبه حتى لي ما نقول شي تاني طيب فيه ارار دولي واستعمل سلاح حزب الله في سوريا بموافقة الامريكان واستعمل في العراق مع الحشد الشعبي ضد داعش بموافقة الامريكان ما كان فيه ارار دولي بيسحب هيدا السلاح كان فيه ارار دولي بالخمسة عشر وخمسين بتمزيق لبنان مش بنزع هيدا السلاح طيب خليني بدي انه اقول له انه في عندي ملفات تانية رح اخد اتصال وارجع اروح لمحلات تانية منشان هيك لانه فيه اشيه مهمة اليوم الناس ما نشوف شو بدو يصير بغزة شو بدو يصير بالجنوب انا برأيي تعليقا على الاتصالين اللي اجوا تقديري فيه ارار سياسي كبير في لبنان مثل الارار السياسي اللي اجا من الخارج ونفذوا نفذوا الذين نفذوها ما بدي يفوتوا المشاكل مع الناس بمصف لبنان وغيره بإفلاس البلد اللي يكبن رياض سلامي 30-40 مليار دولار بالشارع بين دعم وبين سوريا وبين مدرشو وبعدين سيرفو وبعدين غيرو فيه ارار اليوم استكمالا لإفلاس البلد ضرب كل الإدارات العامة تفتيت الإدارة اللبنانية يعني معقولة ما فيه 3-4 شخصيات بالدولة كلها تمسك اكتر مطرحان بفوتوا مال واكتر مطرحان بيعنوا الناس اللي هن العقاريات الدوائر العقارية والنافعات بلبنان معقول ما فيه حدا يمسكون ويمشيون يخيه 2-4 جمعة 3 أيام فيه شي مش منطقة ما فيه 70-80 ألف موظف بالدولة ما فيك تطلع منهم 30-40 واحد يمسكوا النافعة و30-40 واحد يتوزوا على الدوائر العقارية انا تقديري فيه قرار سياسي انه الدولة توقع كمان مينوه القرار السياسي عم تحكينا تعرف مسرحية راجح لا 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 مش راجح عمسميلك لحظة لحظة من إني سميتلك مين اللي نفذ القرار قرار إفلاس البلد نفذوه عدد من الأشخاص بما فيهن رياض سلامة هلأ صار رياض سلامة هو مسؤول كم حي مش هو مسؤول انا عم دافع عنه نتبقى بدك منه شبر بدي منه يمكن عشر متى نواب الحاكم واللي معه بالمجلس المركزي ما كان معهن خبر نفذ قرار خارجي كبير هاي واحد في حكومة كانت موجودة بس هو كان عم ياخد القرار الدعم وغير الدعم هلأ هلأ لحظة هلأ هاي الكهرباء هاي الكهرباء اللي مضوي عليك في رأي الجمهورية في حكومة طب هلأ كمان نفس الشي فيه لنبه هلأ مضوي علي وعليك ما بعرف هايدي دولة او موتور اكيد موتور اكيد موتور طيب ليش ما عم تيجي الدولة هلأ واسيم منصورة قيل لن ولا دولار بعطيكم من مصر في لبنان إلا بقانون بمجلس النواب تروحوا ورأة يا خيم ضول إياها بمجلس النواب وجبوها ما كان فيها عم يكريات السلامة مين موقف هلأ الحكومة على اجر وحدة موقفون على اجر وحدة واسيم منصورة من وقت ما استلم قل لي لا طيب خليني اتابع مع مداخلات المشاهدين مسأل خير من معايا مسأل خير بس بدي علق على شغلي عشغلتان عفوا هلأ اللي عم تحاوروا حضرتك عم بيحكي أستاذ محمد بركاتي أستاذ محمد بركاتي بس يا أستاذ محمد يا حضرت القاضي أو صحافي 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 ما حدا يتخبى ورأة أصبعه لما يقعدوا يأخذوا قرار بمجلس الوزراء ما بيأخذوا إلا مجتمعاً يعني الكل بيصدقوا عليه وأي قرار بيأخذوا بروعة مجلس النواب الكل بيصدق عليه ما في حدا حتى ما اهترامي للنائف فضل الله اللي أدل صراعنا عندي ملفات تحت تسرع الدنيا وبتعمج وبتشير وبتحض لو ما كلهم كلهم يعني كلهم كلهم موافقين على كل القرارات اللي أخذتها الحكومة كل القرارات وحاكم مصر في ابنان ما في شي بيمشي لما يوافقوا الكل حاكم مصر في ابنان عنده سلطة خارج الحكومة يا أستاذ بيقدروا يا حبيب أبي أكيد كان هو يأخذ الأوكاة شفاهية معك حق معك حق أكاة شفاهية بس هو القرارات طبعه ما بيرجع على الحكومة فيها لا مش صحيح بس في تنسيق مع السلطة مع طغم الحاكمة مضبوط حاكم مصر في لبنان هو لحاله هار البلد ولو الدعم كله اللي راح وا 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 كحية قلية قرار البوس البواخر اللي إجي واندفع علي مصاري جسر إلك جسر إليك كلهم لحصوا أصابيعهم بأموال الدعم وغيرها حبيبي أي قرار بدأ يأخذوا مجلس الوزراء نحنا منرلكد منكبها على الحكومة لا حبيبي بالحكومة لو نحنا مواليات ومعارضة منقول والله الحكومة بس نحنا الحكومة لما عم بكون فيها من جميع الأطياف وجميع الأطياف المواليات ومعارضة عم بيطلعوا بقرار علي بابا والأربين حرام صح مقحة إلا ما يقولوا لكل آخر شي صدق تنحال على مجلس النواب والكل اللي بقوله صدق ما في قرار بيمشي هذا اللي بقوله أول شي عن الجيش إنه الجيش ما قادر يحكم يتمش زمان من الشيء للأسف لو هو بيقرأ شوية التاريخ كان عارف قدي كانت قوة الجيش وقدي هن بالقرار السياسي وبالقرار العسكري الخارج عن القانون بالبلد لوين وصلوا للجيش شكرا لمدخلتك راح انتقل لمحور تاني بدي شوف شو عم بيسير اليوم بغزة لأنه سيد حسن نصر الله بعيدا عن اللي قلناه بالأول يربط جبهة الجنوب بغزة بتوقف بغزة نوقف هون اللي بترضى فيه حماس نرضى فيه نحنا اليوم في حكي بهدنة بغزة نحنا رايحين على هدنة وهدوء بالجنوب اللبناني أول شي قللي عن غزة رايحين على هدنة ولا لا؟ ما حدا بيعرف يعني شو فيه براسه نتانياهو بس المنطق يعني بقراءة شخصية نتانياهو مش بقراءة شو عم بيقول ووين عم بيروح ووين عم يجي وشو عم يتفاور بالدوحة وغيرها بقراءة شخصية نتانياهو ما له مصلحة يوقف الحرب نتانياهو مصلحته تستمر الحرب متقطعة إلى تشرين لما بدو يجي ترامب لما تصير الانتخابات بامريكا ومن بعدها بيكمل هو ترامب مشواره يعني لأنه وقف الحرب هلأ قد يخرجه من السلطة وما بعرف إذا بيرجعوا ترامب عليا لأنه حياخدوه من البيت على الحب الزغري هاي واحد اتنان ما أنا قم سألان غزة خلصنا أول محور وقلت اللي بدي يقوله عن البداية مرح عيد لاحقا لاحقا حزب الله حين ربط مصير لبنان بمصير غزة بالطبع تجاوز حدود الدستور والطائف يعني هيكا لازم تقلي سفدك وموافق معك لاحقا من بعد ما دخل من خرم الدستور وقال أنا عم قوس على مناطق لبنانية محتلة عم قللك أنا هايدي الحجة لازم نقاشتو اياها ما حدا عم بقاشتو اياها لاحقا طلب انه هالي شهداء على طريق القدس وانه أنا بدي انصر غزة وساند غزة وشاغل الجيش هذا مش دور لبنان من هون نرجع نتفق أنا وياك ليس دور لبنان لا انه يحجز ربع الجيش الاسرائيلي ولا انه يدافع عن غزة نحنا ما معنا نعبي فيول لنضو اللمبات باللال مش الايسيات حتى مش شغلتنا نحنا ندافع عن غزة ولا حدا وكلنا لا الدول العربية موافقة وبتمولنا لندفع عن غزة ولا حتى ايران حتى ايران ليش ايران عم تدفع لنا كلفة حرب غزة العشر مليارات اللي حيروحوا علينا هلأ بين اضرار وبين خسائر الموسم السياحي وبين خسائر اقتصادية وشركات سكرت تدفع لنا اياهم ايران اذا بتدفعهم ايران خيممكن انغير رأينا طيب المكاسب اللي حكي عنا السيد حسن نصر الله بخطابه الاخير المكاسب اللي حققه من خلال الحرب حكي عن مكاسب تحققت ضياع بالداخل الاسرائيلي اسرائيل مش عم تقدر بقى يعني كانت عملية واحدة تعمل حرب مش عم تقدر تعمل حرب عملنا شكلنا عملية ردع دفعنا يعني بغزة لو ما نحنا فتنا بالحرب كان ما بقى هذه المكاسب اللي عم يحكي عنها لا تبرر لا تبرر انه دخول لبناء دخول حزب الله بالحرب هذه مكاسب للامين العام للحزب شفت انه بنقشك انا بكل الميلات هذه مكاسب للامين العام للحزب ولحزبة بس مش قلو قلق مش للبنان لبنان عنده خسائر من سيغطيها مين حيدفع لنا بقى دوم الدولة عم تدفع لا شو عم تدفع الدولة بلا شو تدفع عم تدفع العشرين الف دولار لكل شهيد هولي فراطة هولي الاموال فراطة اول شي الشهداء لا يقدرون بالمال هاي واحد اثنان لا اه تعويض على الشهيد اللي انقتل بالقصف الاسرائيلي هو واجب على الدولة لانه يمكن لا سمح الله انا او انت هلأ انت قاطع عم تختالي المسايرات بكل ابناء لا انا عم بحكي بالمبدأ ما عم بنقش بهذه النقطة عم تدفع لك المبدأ اليوم الدولة لا ما عم تدفع لا المنازل اللي دمرت ما الدولة ما وافقت تدفعها بعض في بيوت دمرت اللي بكرة خلي حزب الله يدفعه اوكي انا عم بسألك سؤال استاذ جورج بعيد الشر قاطع هلأ انت من هون واختاله مسؤول بالحزب بكعب البناية ووقعت اللمبة عليك ولا سمح اللامتت واجينا الدولة بدأت تدفع لك منقول لا ما خصنا خلي حزب الله يدفع لعائلتك لا انا شو لحكي هذا لحظة انت اخدني لغير محل انت باللاشت قلت عم تقول مين بده يعود انا قلت لك لن يعود احد الدولة ما عنده مال اتعود في عشر مليارات دولار لحد هلأ هلأ بيقولوا هن خزائر البيوت والاضرار بجنوب مليار خي ايه بس فيه في خسائر غير مباشرة نحنا لا يرجع حدا يسترجي يجي يفتح ملعب فوتبول عنا بدنا يمكن ثلاث سنين في خسائر مليارات الدولارات لن يعودها احد لن يعودها احد ما حدا حيقدر يعودها هاي من ناحية من التكلين انه بعد الحرب تجي دول المانحة الوحيد الوحيد الذي عرض المال حتى الان بطر اموس هوكستين ما حدا غيره عرض مصاري ما هو اموس هوكستين وقت الاتفاق النفط وعدنا انه النفط وعا مسئوليته بده يتجي شركاته بده يطلع النفط وشفت النفط وين غام حندي خلاص ضرب عصدره ما راح النفط عم بيصدقوه يصطفل ويصدقوه بس هو عرض مصاري هل هي علاقة وطيضة اليوم بين عموس هوكستين ونحن نشرنا هذا الكلام بموقع اساس اول حدا نشره اساس هوكستين عرض اعادة اعمار الجنوب باموال امريكية مش على الطريقة الامريكية تفاعلها قطر قابل وقف الحرب وعدم تمددها وبايدن بده يخلص بس هل من صدقوا هاي واحد اثنان يعني صاروا كلهم عم يتعاطوا مع بايدن ومع ادارته بما فيهو نتانياهو متل ما قلنا باحتبار انه هدا يعني اول شي مضيع في رئيس حتى الحزب الديمقراطي عم يتعاطى معه هاك لانه عم بينابه شعبالية انت مطرح نتانياهو بتعمل بتعمل اتفاق او مطرح حزب الله بتعمل او مطرح ايران بتعمل اتفاق مع بايدن مشان هيك الحرب ما راح توقع راح اخد مداخلة جديدة مسأل خير من معي مسألو تفضل ايه ليك شو القصة عم يصير احنا عنا التضليل اه حزب الله مع الدولة لانهو الدولة عم يشتغل على الناس كيف يعني يعني هلا بيقولك حولنا مليون دولار نحنا لسبعين واحد من الشهداء اللي سقطوا بالجنوب هي ما هي ما راح توقف هون ما قللك ليش لانه كل واحد بعدوه سقط هلا اولاده بيطلع له المساري وتعويضات ومرطه بيطلع يعني كيف كيف العسكر اذا سقط بيضل يقبض هو ويتحكم ولاده وولاده ولاده لا ابد الابدين يعني يعني انا بعرف عالم بيضلوا يتحكموا هايدي اول شغل والله يا صديقي عفوا شو الاسم الكريم خليني بس شو الاسم وليد حبيبي وليد وليد حبيبي لكن لبنانيين اللي بيدفعوا اشتراكات بالضمان ما عم تحكمون الدولة بس خليني كثب لا بس عم جاوبك عحساب الدول الاجنبية مش عحساب الدولة ما بيهمني يا خي بالنهاية هالمصاري عم تجي للدولة بدي سؤال سريع لانو عم بيضاهمني الوقت عم يتحكموا بالاخر عحساب الدولة بدي سؤال سريع الشغلة التانية الخطرة كتير عم تكون انو يا خي يا حبيبي قلبي هلأ ما يعني انت ذكر الثورة الشعب اللبناني ما بدو هالطغمة مين الهديها حزب الله لما نزل ضرب العالم هاي ده رأس الشر بس تكره بهالموضوع انا بصير بصير بقول انو حضرتك عم تحتي حق شكرا شكرا لمدخلتك عندك تعليق على كلامه لا يعني بس عم قل له الدولة ما عم تحكم حدا مش مجتمعانين بحكمة الدولة الشبابية حكينا عن الغزة ناتنياهو لمصلحة لديه بانو يوقف الحرب وممكن ما حدا لا يوجد اليوم كيف لبنان ما في مرجعية لا يوجد مرجعية في الكوكب اليوم اليوم الادارة الامريكية التي تحكم الكوكب بشكل او باخر ضاعة ساعة بسمي حاله اوباما وهلأ من شوية ايل لهارس نيبته ايل لترامب يعني ما عم بيشوف بقى الزلمة مين بدي يعمل موقع اتفاق ولا زيلنسكي بوتين يعني ضاعة لاخر لو طيب في حال صارت الهدنة وفي حال ما صارت الهدنة شو ماذا ينتظر لبنان بعد اللي عم بيصير بغزة اليوم حتى الاسرائيلي عم بيقول اليوم المعروض الجدي المعروض اللي عرضه هوكستين ما بعرف قديش بيتنفس اذا وقفت بغزة توقف حكماً بلبنان مثل ما قال الامير العام للحزب والحزب بدأ يسرب وفيه اليوم ما قال بأساس للزميلة جوزيفين ديب انه سيلتزم بالقرار 1901 مش سيحترم هو ادبياته السابقة سيحترم احترام القرار هلأ سيلتزم سيلتزم يعني بنفذ انسحاب لجنوب الليطان ولكنه طلبة في المقابل كمان بما قال نزل بأساس قوات دولية في شمال اسرائيل في شمال فلسطين المحتلة نحن بنرجع سبعة كيلو وانتو بترجعوا سبعة كيلو بس في الالف وسبعمائة وواحد مش موجودة ها بنعمل الالف وسبعمائة واثنان شو هالقصة سهلة ليش يعني موازين القوى قدري تفرض هك يا خي هو هك عم يطرح عم بيعلي السقف يمكن عم بيعلي السقف بس انا بديش ما بعرف اذا منقدر بس هو ما يطرحه الحزب بشكل يعني في الاعلام ما بعرف بالكواليس اذا طرحه انو ايه انا بنرجع نحنا وانتو بترجعوا يعني سيبوا قالوا اياها رئيس برغي لهوكستين قالوا اياها بقولوا نقلوا عنه نقل عنه هيك ايه بس لأ الحزب يعني لحد هلا ايه قادر كسحافة كمحل السياسياتي انت سألتني اذا قادر يفرض ايه لحد هلا قادر طالما اسرائيل لم تتورط في هجوم كبير واستثنائي على لبنان او على الحزب كسحافة بالتالت تظل نظرية انه قادر على الردع قائمة قادر على الردع بس اليوم الاسرائيلي عم بيهدد عم بيقول انه نحنا نلجأ للحلول الدبلوماسية اذا ما ظبطت حل امني برأيك اليوم نحنا الاجواء بالداخل الاسرائيلي او بعد حرب غزة او يعني شو بتوحي لانه سيد حسن نصر الله عم بيقول هايك جيش مش قادر يفوت بالحرب مصلحة لا برأيي مصلحة نتنياهو في ابقاء الحال على ما هو عليه وليس بدخول حرب كبيرة وليس بدخول حرب كبيرة قادر يقتل اللي عم يقتله وقادر يعني ينفذ العمليات اللي عم بينفذها فما قلوا مصلحة يعني لانه اليوم محشورين اليوم الناس حين تبعه من المنطقتين من غلاف غزة من جنوب ومن شمال فلسطين محشورين بالوسط اذا بدوا يقصف على مناطق مدنية في لبنان الحزب سيدرب هذا الوسط ما تعتقد بهدي الاسرائيلي طيب اخر سؤال بكلمتين جديد الانتخابات الرئاسية اليوم كان في مبادرة مش مبادرة في تحرك المعارضة وطرح بالتشاور 48 ساعة او جلسة مفتوحة اليوم بموضوع انتخابات الرئاسية شو تقديرك في شي جديد ولا لا نحنا كمان بدنا ننطر قبل غزة ما في شي كله هيدا الحكي يعني لتضيع الوقت ولملق نشرات الاخبار بالسيسبنس المناسب استاذ محمد بركات مدير تحرير استاذ ميندي انا بدي اشكرا شكرا ليه عم تضحك خلصت بسرعة فكرونا المستمعين مختلفين لا لا انا بحب الحوار معك شكرا لقلك استاذ محمد بركات شكر كمان لفريق عمل برنامج حوار اونلاين ولك كل الاصدقاء المستمعين والمشاهدين الى اللقاء الاسبوع المقبل اذا انا ارد اشتركوا في القناة